الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية اليوم بحول الله عز وجل في مقرر الحديث حديث من يا أبنائي أحسنتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولوا عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين دائما إذا ذكر النبي لا ننسى اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوف نتحدث عن أمر في غاية الأهمية أبنائي لو سألتكم مكانة الأم ما هي؟ ما هي مكانة الأم؟ ما هي منزلة الأم؟ جميل ممتاز وأيضا جميل وأيضا لا شك أننا لو تحدثنا وأطلنا الحديث ماذا؟ لن نفي حقها أليس كذلك؟ إذن اليوم بحول الله عز وجل سوف نتحدث عن مكانة الأم كما ترون هذا هو عنوان درسنا أبنائي وبناتي أما عن الوحدة بشكل نعام فهي الوحدة الثالثة والتي جاءت بعنوان مكانة المرأة في الإسلام ما الذي يتوقع من الطلبة؟ يتوقع من الطلبة بعد نهاية هذه الوحدة أن يكونوا قادرين على بيان مكانة الأم في الإسلام أيضا توضيع حقوق الزوجة أيضا بيان فضل تربية البنات والأخوات أيضا حفظ الحديث مطلوب بإتقان لاحظوا هناك أحاديث دائما أين نجدها؟ أحسنتم في بداية مقرر الحديث يجب علينا أن نحفظ هذه الأحاديث بإتقان أيضا تقديم ترجمة موجزة لروات الأحاديث وكذلك السنباط الفوائد من الأحاديث طيب أبنائي هذا هو عنوان درسنا وهذا هو رابط الدرس الرقمي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله قبل أن نبدأ أبنائي دعونا أن نستذكروا شيئا مما أخذناه في الدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق في وحدة سابقة على أنه يجب أن يكون الإنسان صادقا في جميع شؤونه ويتأكد ذلك في ماذا؟ في حال التجارة أليس كذلك؟ نعم بارك الله فيكم فالتاجر يا أبناء يجب أن يكون صادقا أمينا يتحر الصدق ولا يكذب وكذلك لا يغش ولا يدلس على الناس إذن الصدق والأمانة هما أساس النجاح في الدنيا والآخرة ومن ذلك النجاح في العمل والتجارة أيضا الغش والكذب في التجارة قد يكون سهلا نعم قد يكون سهلا ويجني التاجر منه الأرباح لكن عاقبته ماذا؟ عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا يكسب السمعة السيئة في الآخرة ومتوعد لأنه اقترف كبيرة من كبائر الذنوب كذلك الصدق في التعامل يكون مع جميع الناس يا أبناء أيا كانت ديانتهم نعم إنسان يكون أمين ويكون صادق مع كل الناس أيا كانت ديانتهم طيب الأهداف ما الذي نريده في درسنا لهذا اليوم؟ نريد التالي أن نتعرف على فضل بر بالأم كذلك أن نفهم الحديث فهما صحيحا أيضا أن نطبق يا أبنائي ويا بناتي انتبهوا جيدا التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق نريد أن نطبق بإذن الله سبحانه وتعالى طيب نبدأ هل أنتم على استعداد حضرتم الأقلام وفتعتهم الصفحات على درسنا لهذا اليوم؟ جميل 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 رائع إذن نستعن بالله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاحظوا ماذا قال هذا الرجل ماذا يريد؟ قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ لاحظوا يسأل هذا الرجل جاء سائلا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ لاحظوا هذه الكلمة بحسن صحابتي ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم قال هذا الرجل ثم من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد ثم أمك ثم سأل أيضا هذا الرجل مرها الثالثة ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم أبوك سنلاحظوا أمك في المرها الأولى ليس كذلك؟ واحد ثم أمك في المرها الثانية ثم أمك في المرها الثالثة ثم أبوك في المرها الرابعة رأيتم يا أبنائي؟ طيب ما معنى بحسن صحابتي؟ من يجيب يا أبنائي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ما معنى بحسن صحابتي؟ جيد حاولوا وندون أن ننظر للكتاب من خلال سياق الحديث أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي وبناتي بحسن صحابتي أي أحق الناس بالبر وإحساني وأن أبر به وأن أحسن إليه إلى آخره من معاني المعروف أبنائي وبناتي نأتي الآن للراوي وقد سبق التعريف به وهو الصحابي الجليل الشهير أبو فريرة عبد الرحمن بن صخ الدوسي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله على جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق الناس أولاهم أي المقدم في البر والصلة والصحبة والإحسان والمعروف والبذل وغير ذلك من معاني الرائعة السامية الجميلة لاحظوا قلنا صحابتي يعني بري وصلتي يعني ماذا؟ يعني بري وصلتي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني بري وصلتي طيب قبل أن نقرأ أبنائي أريد أن أسمع منكم ما الفوائد التي نستنبطها من خلال هذا الحديث الشريف طيب هذه فائدة والفوائد عديدة يا أبنائي وهذه الثانية أحسنتم أعطوني ما لديكم بارك الله فيكم وهذه الثالثة ممتاز من يضيف الرابعة؟ جميل جميل وهذه الرابعة أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي وبناتي نقول الوالدان هما أولى الناس بحسن الصحبة والعشرة والأم على الخصوص لها مكان عظيمة ومنزل كبيرة فقد أعظم الإسلام حقها وقدمها في البر والإحسان على غيرها نعم لا شك أن للأم مكانة عظيمة جدا قدمها الإسلام على غيرها لكن أقول الوالدان أيضا الأب له مكانة ليس كذلك إلا أن الإسلام قدم الأم في البر والإحسان على غيرها كذلك لاحظوا تكرر الأمر ببر الأم وقدم على بر الأب مع عظيم حقه لماذا؟ ليس كذلك الأب لا حق عظيمة ليس كذلك أبنائي نعم له حق عظيم جدا 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 لكن تكرر ماذا؟ ذكر الأم وقدم حق الأم لماذا؟ من يجيب؟ ما السبب؟ تمعنوا جيدا وتمهلوا قبل أن تجيبوا جيد ممتاز أحسنتم أبنائي هو كما قلتم بإذن الله سبحانه وتعالى لأن الأم كان لها من التعب والمعاناة في الحمل والولادة والرضاع الشيء الكبير فسبق حقها حق الأب نعم يا أبنائي الأم تعبت في الحمل والولادة والرضاع والمشاق والمخاض والآلام وغير ذلك فقدم حق الأم على حق الأب إذن انتبهوا جيدا بارك الله فيكم نسأل هذا السؤال لماذا قدم حق الأم على حق الأب؟ من يجيب؟ أمتاز لأن الأم كان لها من التعب والمعاناة في الحمل والولادة والرضاع الشيء الكبير فسبق حقها حق الأب أيضا يا أبنائي من الأمور المؤسفة أنه قد يتساهل بعض الناس ببر الأم أو يقصر في ذلك لغلبة المسامحة لديها فالأم بطبعها ماذا؟ أحسنتم الأم بطبعها تحنوا وتشفق على أبنائها لذلك أيضا كانت تأكيد على لزوم برها وزيادة الأمر بذلك نعم انتبهوا جيدا هذا أيضا من الأسباب التي نريد أو نستطيع أن نسأل ونقول ما السبب الذي جعل زيادة في حق الأم في هذا الحديث لغلبة المسامحة وقد يقصر بعض الأبناء في حق أمه لذلك جاء التأكيد على لزوم برها وزيادة الأمر بذلك طيب أبنائي وبناتي ممتاز من ثمرات بر الوالدين لاحظوا يا أبنائي أسأل ابتداء هل بر الوالدين ثمرات الابن أو البنت التي تطيع ماذا تطيع الأم تطيع الأب وتكون بارة ب أبيها وأمها ويكون هذا الابن أيضا بار بأبيه وأمه هل لذلك ثمرات هل لذلك أثر تقولوا نعم يا أستاذ أكيد بالتأكيد وأنا أوافق أيضا لا شك ولا أريد طيب ما هي هذه الثمرات نريد أن نقسم هذه الثمرات أبنائي في الدنيا وكذلك الثمرات في الآخرة في الدنيا وفي الآخرة أذكروا بارك الله فيكم بعض ثمرات بر الوالدين أضع هذا السؤال بين أيديكم أبنائي وبناتي وأنتم بحول الله عز وجل أهل للإجابة عليه من ثمرات بر الوالدين في الدنيا طيب في هذا النشاط أبنائي وبناتي لاحظوا وانتبهوا جيدا ما العلامات التي تستدل بها على رضا أمك عنك نعم العلامات هناك علامات فما هذه العلامات بارك الله فيكم أذكروا أكبر قدر ممكن من العلامات التي تستدلون بها على رضا أمهاتكم عنكم نأتي الآن للتطبيقات السلوكية أبنائي وبناتي وبها نختم درسنا لهذا أليهم لاحظوا أبروا والدي وأقدر لهما حقهما نعم يا أبناء البر الوالدين كما قلنا أمر حث عليه الإسلام هو أمر عظيم ويحذر الإنسان من أن يفرطه في حق والديه عليه ويجب عليه أن يحرص غاية الحرص على البر بالوالدين أيضا البر بالقول والفعل نعم ليس بالفعل فقط وليس بالقول فقط وإنما بالقول والفعل بالتالي ماذا أفعل؟ فأحرص على كل ما يرضي والدي من القول والفعل نعم يا أبناء الحرص على هذا كما أن كل إنسان مع والديه عذب الحديث أحسنتم في أفعاله خافضا لجناحيه لهما متذللا لهما مطيعا لهما حريصا على ما يرضيهما طيب التقويم السؤال الأول هما أعظم حقا الأم أو الأب ولماذا؟ هذا ما يتعلق بالسؤال الأول السؤال الثاني لماذا وانتبهوا جيدا لماذا يتساهل بعض الناس ببر الأم تذكرون عندما تحدثنا عن هذا قد أشرنا إليه وشرحناه وبيناه إذن ما الإجابة هنا أبنائي وبناتي؟ السؤال الثاني السؤال الثاني لماذا يتساهل بعض الناس ببر الأم؟ لماذا؟ ما السبب؟ أشك أن هناك أسباب قد ذكرنا بعض هذه الأسباب في درسنا هذا أقول مبارك الله فيكم بذكرها في السؤال الثاني أما ما يتعلق بالسؤال الثالث أذكر ثلاثة من الأعمال التي أبر بها أمي نعم أشك أن الأعمال كثيرة جداً نريد منكم أن تذكروا ثلاثة أو ثلاثة أمثلة على بعض الأعمال التي يكون فيها بر للأم الأم إلى هنا أبنائي وبناتي كنوا قد وصلنا سوياً لنهاية درسنا لهذا اليوم فالله الله في حق الأم أحرصوا عليه بارك الله فيكم تنفيذاً لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وكذلك لا ننسى حق الأب إن له مكانة وحق عظيم أيضاً ألتقيكم بحول الله سبحانه وتعالى أبنائي وبناتي بدرس آخر قريب وإلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته